فيما يخص نادي التراجي بحسن مصدر رسمي في نادي التراجي التونسي الفريق هيكون مكتمل العدد في مباراة الاهل بنهاية افريقيا لعب واحد بس بصفوف الفريق عنده اصابة في اصبع القدم وهو محمد امين بن حميدة لكنه متواجد مع البعثة في القاهرة ويكون قرار مشاركته من عدمها في يد الجهاز الطبي لفريق التراجي طيب ايضا بحسن مصدر بنادي التراجي فان عدد الجماهير المتوقع حضرها للقاهرة لمساندة الفريق امام النادي الالها يكون 6000 مشجع قادمين من تونس واوروبا وكندا المصدر قال لنا ان طلبات الحصول على تأشيرة القدوم للقاهرة وصل الى 15000 طلب بالمناسبة التراجي كمان اصدر النهاردة بيان محترم جدا جدا يعني الفي يعلم التراجي الرياضي التونسي يعلم التراجي الرياضي التونسي احباء والاعزاء الذين سيتحولون الى العاصمة المصرية القاهرة لحضور الدور النهائي اياب لكأس رابط الابطال الافريقية يوم السبت المقبل 25 مايو بضرورة احترام القوانين والترتيب الجاري بها العمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة وبالتالي المشاركة في انجاح العرص الرياضي الذي يجمع ناديين شركين ينتميان الى بلدين صديقين تربطهما علاقات وطيدة منذ سنوات طويلة لقد اظهرت جمهور التراجي التونسي خلال كامل مشوار كأس رابط الابطال الافريقية لهذه السنة سواء في المقابلات التي خضاها الفريق فرادس او التي دارت خارج حدود الوطن من الوعي والسلوك الحضاري الشيء الكثير منها جلب لها احترام الجميع والثابت والاكيد انها ستواصل على نفس المنهج وستساهم بكسط كبير في انجاح العرص الختامي يوم السبت القادم ان شاء الله بيان محترم بيان محترم جدا طيب